اهلا بكم في حلم اكاديمي معكم ناتينو اتمنى تكون كلكم بخير لو انت لسه جديد في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك الفيديو دوت تدي له لايك احنا النهاردة هنتكلم على ليه الديسر بيفشل ايوه ساعة الديسر ما بيعرفش يحل المشكلة اللي موجودة في الصوت عندنا من الاصوات الحد بتاعنا نسمع مع بعض كده الاكزامبل بتاعنا مفيش اي حاجة عليه هو تسجيل خام بس محتوى تليمتر على المستر عشان صوته يكون عالي مقررنة بصوتي انا بتكلم دلوقتي ايشنا حاجات كتير ساون حب فرح زعل كسرة لو خدت بالك هتلاقي ان الساوند عندها عالي لان دوت بيبقى موجود في كل اللغات مش مقتصر على اللغة العربية فقط الوقت الصوت دوت طيب احنا ممكن نحل دوت بشكل ترديشنال ازاي ان احنا نيجي هنا بممتعة البساطة ونحط ديسر وسانا عايز اعلمكم ليه الديسر ساعات ما بينفعشي وليه في مهانسين بيفضلوا الطريقة التانية اللي انا هشرحها بعد شوية تعالوا نشوف الديسر لو حطناه على الديفولت كده نشوفها يدينا نتيجة عاملة ازاي نسمع مرة قبل ومرة بعد دلوقتي هنسمعهم موجود والمرة التانية هنقفلهم اشنا حاجات كتير سوا حب فرح زعل كسرة اشنا حاجات كتير سوا حب فرح زعل كسرة زي ما اسمعنا كده ان اوكي النتيجة بقت احسن لكن مش كل حاجة تحلت هنا بقى نيجي للطريقة اللي بعض الناس هتشوفها هيدك قوي وطريقة مرهقة وما بيكونش فيه وقت ان احنا نعمل كده بس للأسف هي دي الطريقة البروفيشنال اللي بيعملها ناس شاطرين جدا زي مثلا جريغ ريسكوت اللي هو صاحب قناة كاش اوديو وبرضه هو اللي بيصمم البلاجن بتاعت كاش اوديو والهاردوير زي توني مزراتي زي جيسون جاشوة كل الناس ديت بتشتغل على الاصوات المزعجة بأديها يعني مش بيعتمنوا على البلاجن ان هو يصلحها بس كالعادة انا مش بحب بديلك حاجة جهزة ولا هو عامل كده ويبقى الموضوع انتهى تعال افهمك ليه الديسرز بتفشل في الحالات دي الديسر بالشكل العادي هو بيكون جواه انترنال ثريش هولد او في بعض البلاجن بتبقى موجودة الثريش هولد بينك بحيث ان انت لما بتنزلها بييجي الاصوات اللي هي بتعدي السقف دوت فبيبدأ هو يضغطها هنا بقى المشكلة بتاعت الديسرز كلها ان في حرف عدة السقف بالمجدار ده فتحس ان هو ما عملش عليه حاجة لكن تسمع تأثيره لما يلاقي حرف عدة السقف بالقدر ده فالحل من وجهة نظر ايه ان الديسرز اللي موجودة يبقى فيها ديناميك ثريش هولد يعني يبقى فيها ثريش هولد بتتحرك عشان تقيس المستوى بتاع الحرف اللي مسبب لنا ازعاج فين الليفل بتاعه علشان نبدأ نشيل منه شوية بعد كده طيب لين ده من احسن الديسرز الموجودة اللي بتقرب للفكرة دي ليه؟ لان لو زي ما انتوا بسيطوا هتلاقي وما فيش سريش هولد طيب امال هو بيقيس بقى ان هي زيادة ازاي لان يجوالي في العادة الاصوات دي بتبقى واخدى ليفل في الامبليتيود بتاعها في شكل الويب فورم بتبقى اعلى من كل الحاجات التانية بس مش طول الوقت وهي هنا بقى المشكلة لانك لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان ده حرف حد بس هتلاقي هنا برضو في حاجات مزعجة هو مقدار التقل بين الفرق الحروف العادية قليل فهو هنا مش عارف يعالج الحاجات الصغيرة دي لكن هتلاقيه يعالج الحاجات الكبيرة قوي تعالوا نسمع مرة تاني قبل الديسر والمرة التانية هفتح وركز بقى بعينك على اماكن الحاجات الالتراك عليها وممكن كمان اكبر شوية شكل الويب فورم عندنا تبقى كده اشنة حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة اشنة حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة اشنة حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة إشنا حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة أوكي، ممكن يجي للزهن حد من الناس اللي بتتفرج يقول لك طب تمام، ما هو حل وهو مشكلة طب ما تزود بقى الكمية اللي هو بيشتغل عليها يعني تفتح لورينج إنه هو يضغط الأصوات دي بشكل أكتر هنا بقى المشكلة إيه هي؟ إنه هيجي على الأصوات اللي هي كانت عالية فوق السريش هولد بتاعته يعني فوق السقف اللي هو مظبوط جواه هنا هو بيقيس الطاقة بتاعت الأصوات العادية والأصوات العالية وحدد السقف وبنرى عليها كده هيجي على الأصوات العالية دي تبدأ تلاقيها بقت لثبي يعني بقى فيها شوية لضغة تعال نسمع كده إشنا حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة أنا كده بدأت أسمع إن الصوت شوية بقت الحاجات فيه رايحة لسنة إنه يبقى فيه لضغة هشغل وقف الوفتح وإحنا بنسمع مع بعض عشان تركز بودنك مع الحروف دي إشنا حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة إشنا حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة إشنا حاجات كتير سوا حب، فرح، زعل، كسرة ولو خدت بالك هتلاقي ان الهاي اند كمان اختلفت يعني الصوت بعد الديسر بقى صوته مكتوم وقابل الديسر كان مفتوح ومور لايف يعني كان فيه حياة اكتر دلوقتي بقى لايف نس شوية الصوت بقى مكتوم ما بقاش على طبيعته لين ده لزي ما قلت من احسن الديسر لان هو حتى لك زرار اير تقدر تعود به الهوى اللي انت فقطه بس هتفضل نفس المشكلة موجودة عندنا ان السريش هولد المفروض تتحرك ما تبقى السبتة professional sound engineer بيحله ده ازاي؟ مفيش professional sound engineer بيقعد يحل ده عن طريق اللي انا هقعد عمله ده كل اللي بيحصل ان هو بيعلم الاسيستنت بتاعه ازاي يحل المشكلة دي وهو بيبدأ يحلها على الصوت علشان ما يفقدش اللمعين اللي موجود في الصوت الاصلي ويفضل الصوت طبيعي عنده وعشان مش كل الهاجات محتاجة يحصل عليها ضغط بمقدار معين او مقدار سابق طيب بسيط ازاي بقى بتحل المشكلة دي؟ احنا هندوس right click نزهر اللاين بتاع الجيم بتاعنا وهنقفل الديسر من قدامنا وهنزوم كده شوية حلوين وهنبدأ نمشي مع الحروف اللي مسببها لنا ازعاج حرف حرف ونوطيه بالليفل اللي هو محتاجه علشان يكون كويس على الودن عندنا اشنا حاجات كتير اشنا حاجات كتير اشنا حاجات كتير كتير سامة يعني هفترض ان ده بشكل كروكي كده هقولكم ان انا خلصت تعالوا نسمع بقى النتيجة كده ونشوف الصوت دلوقتي عامل ازاي عندنا دلوقتي احنا هنسمعها بالديسر قبله وبعد اوكي طيب تعالوا نسمعها بقى بالمانيول أوتوميشن بتاعنا قبله وبعد اوكي اوكي كده النتيجة لسه طبيعية أكتر لو أنت محتاج بقى ترجع حتوطي حاجة تاني تعلي حاجة تاني هيفضل عندك صوت الفوكل بيلمع وفي نفس الوقت ما بقاش فيه سبلنس بين في أي حروف ولا الصوت بقى لسبي عندك إنك بدأت تسمع فيه لدغة نتيجة إنك افتغلت بدي يصير جامد على الأصوات دي لو عجبتك الحلقة دي وفهمت إزاي تعرف تعمل فوكل يكون بيلمع ودوت هيخد منك وقت وتضحية قد إيه ديني لايك للفيديو واشترك في القناة سلام